ترامب ينفي إرسال مزيد من القوات العسكرية لمواجهة إيران في الشرق الأوسط خامني يتنصل من الاتفاق النووي بعد فشله ويلقي بمسؤوليته على روحان وضريف تسعيد إيراني جديد لن نستسلم حتى لو تعرضنا للقصر ماكرون يطالب حفتر بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن وحفتر الشروط لم تكتمل بعد لذلك مسؤول عسكري ليبي سفينة أمازون التركية نقلت إرهابيين إلى طرابلس وسلام يحذر من حرب أهلية في البلاد السلام عليكم ورحمة الله وزارة الدفاع الأمريكية أطلعت مسؤولين كبار على خطة الإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط لردع إيران الخطة تعنى بتعزيز التواجد الأمريكي العسكري في المنطقة في حال اقتراب الضربة العسكرية التحرك الأمريكي صاحبه تقييم دقيق لقدرات إيران العسكرية ففي فيديو نشره فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أظهر إحدى منظومات الدفاع التي تفاخرت إيران بصنعها محليا كاشفا أن هذه المنظومة تعود لحقبة الستينات إيران لا تزال تنفي نيتها التفاوض مع أمريكا رغم ما أكده وزير الخارجية العماني من أن الإيرانيين جاهزون للتفاوض لكن ليس وهم تحت الضرب فإذا كانت واشنطن لا تريد حربا فلماذا تستمر في إرسال الجنود والعتاد للمنطقة وتحديد بنك الأهداف الإيرانية وهل انتقادات خامنئي للاتفاق النووي ولذريف وروحاني مقدمة للتخلي عنه أم التضحية بالرجلين وهل يقتصر الرادع الأمريكي على منطقة الخليجة منه قد يطال قوة إيران في سوريا نناقش هذه المحاور وغيرها مع ضيوفنا بعد قليل في تعزيز جديد لقوة الرادع الأمريكية أمام أي تهديدات إيرانية أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان عزم واشنطن إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط من أجل حماية المصالح الأمريكية يأتي ذلك في وقت يطلع فيه شانهان وقادة الأركان رئيس دونالد ترامب بآخر مستجدات الموقف في الخليج وخطط إرسال المزيد من الجنود والقدرات العسكرية الإضافية إلى الشرق الأوسط من بينها أنظمة دفاعية تشمل صواريخ باليستية وبطاريات صواريخ تومهكروز محمولة على غواصات وسفن سطحية ذات قدرات هجومية بحرية وبرية لضرب الأهداف من مسافات بعيدة في هذه الأثناء كشف فريق التواصل الإلكتروني بالخارجية الأمريكية حقيقة أن منظومات الدفاع التي طالما تفخرت بها إيران هي منظومة تعود إلى حقبة الستينيات وبينما تتخبط إيران وتعاني من عزلة دولية شن المرشد الإيراني علي خامنئي هجوماً علنياً غير مسبوق على رئيس حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف وقال إنه لا يتحمل مسئولية الاتفاق النووي ملقياً باللائمة على الاثنين جراء عجز الأوروبيين ومرارة الانسحاب الأمريكي من اتفاق كان هو من أعطى الضوء الأخضر لبدء المفاوضات بشأنه بناء على صلاحيته هجوم يكشف خلافات وانقسامات بين أركان النظام الإيراني بعدما وجدت طهران نفسها في الزاوية فها هو روحاني يقول إن إيران لن تستسلم حتى لو تعرضت للقصف في إقرار بالفارق الكبير في ميزان القوى مع الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية أمريكية منحت معها البحرية الأمريكية الصلاحية اللازمة لاحتجاز السفن التي تنتهك نظام العقوبات مشهد لم تبتعد عنه ميليشياتها الإرهابية بعدما كشفت صحيفة لوفي جاروة الفرنسية أن ميليشيا حزب الله اللبنانية باتت تعيش على الخبز الجاف في ظل الضوابط الأمريكية الصارمة المفروضة على مصرف بنك لبنان المركزي لمنع التحويلات المصرفية الإيرانية إلى تلك الميليشيا الإيرانية أما ميليشيا الحوثي في اليمن فتستمر في إرهابها وأعمالها العدائية بإعاز من إيران حيث أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار كانت تحمل متفجرات وأطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مطار نجران وفي رسالة إلى مجلس الأمن كشفت المملكة تصرفات إيران وتهورها في جر المنطقة إلى وضع خطير مطالبة المجتمع الدولي بإلجام سلوكها المدمر واتخاذ موقف ثابت ضد النظام الإيراني الذي يدفع بتهوره المنطقة إلى حرب شاملة لا تحمد عقبها لبرنامج هونرياض حازم السيد أهلا بكم للنقاش في هذا الملف ينضم إلينا هنا في الاستوديو عظم مجلس الشورى دكتور إبراهيم النحاس من القاهرة رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد عباس ناجي ومن لندن مدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية سيد حسن راضي أهلا بكم جميعا نبدأ معك دكتور النحاس يعني كان هناك حديث في وسائل الإعلام الأمريكية عن أن البنتاجون هناك نقاش في أروقته عن إرسال أنظمة دفاعية جديدة إلى الشرق الأوسط تشمل صواريخ بلستية تومهوك وأيضا غواصات والسفن حديث أيضا عن إرسال أو الحاجة لإرسال أكثر من 10 ألاف جندي إلى الشرق الأوسط إلى الخليج تحديدا ترامب قبل ساعات من الآن نفى النية لإرسال مزيد من الجنود لكن هذه الأحاديث عن العتاد الذي يريد الأمريكيين أن يرسلوه أو الجنود هل يثبت أن الولايات المتحدة عازمة على حرب؟ نعم طبعا في هذان التصريحان يأخذ في هذا التوقيت تصريح وزيرة الدفاع ووزارة الدفاع بشكل مباشر أكثر من تصريح الرئيس لاعتبارات الاعتبار الأول والذي قد يعزز لماذا إرسلت هذه الجنود الاعتبار الأول أن الرئيس ترامب في هذا التوقيت يدعو لمازال يدعو إلى تفاوض المفاوضات السياسية وبالتالي في حال أعلن عن إرسال جنود هذا يعني أنه توقف تماما عن المفاوضات السياسية وهذا يتطلب منهم مباشرة الحصول على تصريح من الكونغرس لاستخدام أولئك الجنود الذين أرسلوا لمهمة عسكرية ومحددة الاعتبار الثاني أنه من حق وزارة الدفاع كوزارة الدفاع أن ترسل مثل هؤلاء الجنود إلى مختلف دول العالم للاعتبارات السلمية التي كانت قائمة في مرحلة معينة إما لاستبدال جنود وإما لتعزيز كوادر معينة حفاظا قد يكون لمصالح أمريكية أو تعرضت لتهديد بشكل أو بآخر وهذا الذي حصل في منطقة الخليج العربي في هذا التوقيت بالذات عندما يرسل مثل هذا العدد من الجنود وطبعا هم حتما حصلوا على تصريح من الرئيس الأمريكي بشكل أو بآخر باعتباره القائد على القوات المسلحة ولكن لا يعني ذلك أنه ضد إرسال الجنود ولكن للتصريحة السياسية هذا العدد الكبير من الجنود الذين تواجدوا في المنطقة وهذه القطع العسكرية الكبيرة التي رسلها الأمريكيون ورسلتها للدارة الأمريكية في مرحلة معينة وهذه التجهيزات التي يعود مداها إلى عدة أشهر سابقة قد يتجاوز ستة أشهر المسابقة ولم يعلن عنها من قبلة المتحدة الأمريكية والمتابع لأحداث المنطقة وما جهزت الولايات المتحدة في قاعدة العديد بالتحديد يدل بأن الولايات المتحدة ذاهبة باتجاهات أكثر بكثير من فقط إرسال الجنود ما زالت الوابع مفتوحة لمثلها المفاوضات العسكرية السياسية ولكن كأداة سياسية تستخدم دائما قوات المسلحة للضغط إما للحصول على مكاسب سياسية من الإيرانيين بالتنازل عن موقف معين أو للحصول على المنافع معينة أو لعادة المفاوضات وإما قد يكون في مرحلة معينة وهذا الذي أتوقعه قد يكون توجيه ضربات عسكرية أمريكية محددة لأهداف نوعية في داخل إيران لأنه لا يمكن إرسال هذا الكم الكبير من الجنود فقط لمجرد الإرسال طيب إذن الدكتور ناجي ماذا عن حالة التخبط الإيرانية بين من يريد أن يتفاوض ومن لا يريد ومن يريد أن يقدم تنازلات هناك ضبابية أيضا في الموقف الأمريكي بين من يريد أن يدفع بقوات وتعزيزات جديدة بين من يرفض ذلك ماذا نفهم من هذه الخطوات الأمريكية أهلا وسهلا بك وبضيوفك في اعتقادي الحرب هي لخدمة السياسة وبالتالي ربما يكون ذلك هو العنوان الرئيسي لاستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترام فيما تعلق بإيران واضح أن الحجد العسكري المتواصل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بالقرب من حدود إيران هو لخدمة الأهداف الأمريكية تحديدا تجاه إيران في المرحلة الحالية وهي دفع إيران إلى القبول بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترام بالتفاوض من جديد بهدف الوصول إلى اتفاق جديد يستوعب التحفظات الأمريكية الحالية على الاتفاق النووي القائم حاليا الولايات المتحدة لديها تحفظات كثيرة وانسحبت بمكتضاء من الاتفاق الحالي وتحاول أن تتوصل الاتفاق جديد مع إيران في المرحلة القادمة عبر العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران وعبر تهديد إيران بإمكانية استخدام الخيار العسكري في مرحلة لاحقة في حالة ما إذا رفضت إيران التفاوض وأيضا في حالة ما إذا لم تدفعها العقوبات إلى هذا الخيار في المستقبل القريب أيضا ربما نشاهد أيضا هذا الضغط الرفيع المستوى أو العالي المستوى من جانب الولايات المتحدة تجاه إيران هو الذي أنتج ارتباكا شديدا على الساحة الداخلية الإيرانية بالفعل وأنا أتفك معك في ذلك هناك من يريد التفاوض وهناك من يريد التورط في حرب ربما حرب عصابات مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإعاز إلى وكلاء إيران من التنظيمات الإرهابية الموجودة في المنطقة باستهداف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي إيران لم تتوصل حتى الآن إلى موقف موحد وأعتقد هذا ربما هو الذي يفسر حتى أسباب الهجوم الجديد الذي شنه مرشد على الرئيس روحاني وزير الخارجية باعتبر أن روحاني وظريف ربما هم الذين يدعون إلى التفاوض مع الولايات المتحدة في الفترة الحالية طيب سيد حسن راضي هناك تقييم دقيق من قبل الولايات المتحدة برغم كل الجدل المثار في أروقة الكونغرس فريق التواصل في وزارة الخارجية الأمريكية كان عرض فيديو يثبت أن بعض القطع التي تتفاخر بها إيران هي من حقبة الستينيات وليست جديدة بالتالي كل هذا الرصد الأمريكي ما هدفه هل هو فقط لتقييم القدرات أم أنه بالفعل هناك ضربة قد تكون نوعية كما قال الضيف هنا وبالتالي تقليل الخسائر إلى أكبر حد ممكن نعم تحياتي لحضوركم الضيفين حقيقة يعني كل الاحتمالات واردة نحن في عالم متقير في مصالح متقيرة لذلك الولايات المتحدة الملكية بطبيعة الحال جاءت لتحقيق أهدافها لتحقيق مصالحها أو تعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة وزالت أي تهديد كان بشكل مباشر أو غير مباشر في حال وجده أمام تحقيق مصالحها الكبرى بما في ذلك يعني إرقام إيران على المفاوضات وأيضا القبول الشروط الأمريكية وهو يعتبر جزء من المصالح الأمريكية في المنطقة لذلك نعتقد طبعا نعم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بكل تلك الغطع والقوات العسكرية هي للتحقيق أهداف سياسية واضحة المعالم أعلنتها 12 شرطا وأهمها هو الملف النووي والتفاوض على الملفات الأخرى الصواريخ الباليستية وأيضا سياسات إيران الإرهابية وتدخلها في المنطقة أضافة على انتهاكات حقوق الإنسان بالداخل هذه الغطع العسكرية والعزم الأمريكي جاء لتحقيق تلك الأهداف وأيضا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في حالتين سيتم استخدام القوة العسكرية وضرب إيران في الحالة الأولى إذا قامت إيران باستفزاز أو باستهداف المصالح الأمريكية بأي شكل من الأشكال والحالة الثانية في حال خرجت إيران أو انسحبت إيران من الاتفاق النووي وهنا نشهد أن إيران بدأت تخرج من الاتفاق النووي على شكل مراحل أو بشكل جزي وهو الجاس النبض عن المجتمع الدولي سنتحدث بعد قليل عن الاتفاق النووي نعم إذن لكن تصريحات رموز النظام الإيراني تراوحت ما بين التصعيد والتهدئة والمهادنة نتابع أبرز هذه التصريحات ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الضائع في إيران كان هناك انتقاد من قبل خامنئي لضريف وروحاني عن ما آلت إليه الأمور في خصوص تطبيق الاتفاق النووي هل هي إشارة خفية للولايات المتحدة أنه نحن مستعدون للتفاوض على اتفاق جديد أم هي مقدمات للتضحية بالرجلين من قبل النظام نعم هو النقطة التي تفضلت بهم الإعلان يريد أن يرفع الحرج عن خامنئي بصفته مرشدا للثورة الإيرانية وقائدا للدولة الإيرانية وبالتالي هو يريد أن يكون الخطة الآخيرة الذي يضمن على أقل تقدير سلامة النظام الإيراني ويقبول أيضا حتى لدى المجتمع الدولي والآخرون ما هم إلا متجاوزون لتلك السلطة العليا هذا الذي يريد إيصاله للمجتمع الدولي أما فكرة التضحية بهما أو غير التضحية بهما هذا قد لا يكون المعنى الحقيقي للاستخدام لأنه في النقطتان مهمتان يفترض أن تعرف تجاه النظام الإيراني لا يعين أي مسؤول في إيران إلا أن يكون مؤمنا بولاية الفقه بداية وبالتالي هؤلاء أتوا من هذه الخلفية النقطة الأخرى جميع من يعين في الداخل الإيراني على جميع المستويات حتى رئيس حي في أحد الأحياء من طهران أو غير من طهران إلا ويكون منتمي للحزب الجمهورية الإسلامية وهو حزب واحد في إيران وإن كان هناك أذرع لهذا الحزب تسمى أحزاب أخرى ولكن هي ليست أحزاب أخرى وبالتالي هؤلاء الرجلان أتوا من هذه الخلفية ولاية الفقه والحزب الجمهوري وبالتالي هذه التي لعب بها خامنئي خلال المرحلة الماضية بأن يوعز لأولئك الرجال بأن يذهبوا بهذه السياسة قد تؤدي إلى منافع معينة قد تؤدي إلى إيجابيات في حال لم تؤدي كما حدث الآن إلى إيجابيات وحدث عكس ذلك من قبل المجتمع الدولي يقال بأنهم تجاوزوا السلطة التي بناء عليها وبالتالي قد يكلف الرجلان بتغيير موقفهما في المرحلة المستقبلية وهذا هو المتوقع لن يكون هناك عزل لأي منهم لأنهم أتوا من النفس الخلفية في حال أخذ تخذ خطوة لعزلهما من السلطة هذا يؤدي إلى ارتدادات عكسية في داخل السلطة الحاكمة في إيران من قبل أولئك الرجال الذين لن يلبوا بعد ذلك وقد يكونوا محل تخوف في حال استمعوا لنصيحات خامنئي وبالتالي نحن نتحدث عن تغير في سياسة أولئك الرجال وليس تغيير الشخصين طيب يعني سيد أو دكتور ناجي موضوع الانتقادات الموجهة من خامنئي وهو رأس النظام هل يعقل أنه كان تفاوض من قبل الرجلين لمدة حوالي 12 عاما دون موافقة من خامنئي بشكل مباشر لا طبعا يعني أنا في اعتقادي يعني ما يحدث الآن هو تعبير حقيقي عن استراتيجية النظام النظام دائما يحول أي مكاسب يحاول يعني يحاول أن يضخمها أو يبالغ فيها دائما ما يربطها بالمرشد الأعلى باعتبر أنه صاحب هذه الإنجازات كما يروج لها الإعلام الإيران وعندما تخفق إيران في بعض الملفات مثل الاتفاق النووي يتم تحميل الحكومة مباشرة المسؤولية عن هذا الإخفاق وبالتالي إبعاد المرشد عن أي مسؤولية خاصة بأي مشكلات أو أزمات داخلية أو خارجية تتورط فيها إيران في كل الأحوال طبعا المرشد كان على علم من البداية بالمفاوضات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ربما أقول أن المرشد هو الذي أعطى الضوء الأخضر لهذه المفاوضات ولو لاحظنا سنجد أن هذه المفاوضات حتى بدأت قبل وصول روحاني إلى رئاسة الجمهورية وبدأت في عهد أحمد نجاد الذي كان يعبر عن النهج المتشدد لطيارة المحافظين وصوليين في إيران وهذا معناه أن المرشد هو كان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذه المفاوضات وأن تمرير الاتفاق النووي في الداخل لم يكن ليحدث دون موافقة المرشد لكن عندما أخفق الاتفاق تم تحميل المسؤولية على عاطق رئيس الدولة رئيس الجمهورية ووزير الخارجي طيب سيد راضي هل يمكن أن نوسع إطار النقاش حول الرجلين ليشمل الوكلاء لإيران في المنطقة بأنه كما انتقد وكما يقول البعض أنه سيضحي بالرجلين لتبيض صفحته أي خامنئي من الممكن إذا ارتكب وكلاء إيران في المنطقة أي حماقة فسوف يتتم التضحية بهم سواء الميليشيات في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن هذا وارد جدا بالنسبة دائما تحدثوا إيران كل ما يحدث من غبل حلفاء إيران في المنطقة ليس بالضرورة هم تم تم العمل من غبل إيران أو أعطاهم الأمر والدستور من غبل إيران لذلك كما الآن خامنئي يحاول يحمل مسؤولية الفشل في الملف الروحاني والوزير خارجيتي يحاول أيضا لأي إشكاليات يكون لها ردود فعل أو ارتدادات سلبية على النظام يحاول خامنئي يتبرى منها بشكل مباشر وأيضا بشكل عام يحاول النظام يتبرى منعته حتى يتجنب يعني التداعيات ذلك الفشل أو ذلك يعني الإشكاليات أنا أعتقد في الوقت الحالي هو لا حاجة لخامنئي أن يعزل الرجلين بل أيضا هو سلب كل قراراتهم لا يمتلكون أي قرار يعني شاهدنا في اليومين الأخيرين طالب حسن روحاني بصلاحيات جديدة صحيح ووصف الوضع الحالي بوضع الحرب يعني كما هو في الحرب زمن الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينات الآن يطالب حسن روحاني بالمزيد من الصلاحيات حتى يستطيع انغاذ ما يمكن انغاذه لكن أنا أعتقد طبعا هو الآن مجر يعني حسن روحاني لا يتحرك خطوة وكذلك وزير خارجيتي لا يتحركان خطوة إلا بضوء أخضر أو بتعليمات مباشرة وبشكل واضح من خامني وكما قال الأستاذ يعني ناجي أنه بطبيعة الحال كل سلبيات تقع على النظام أو إشكاليات أو فشل خامني يحولها على الحكومة وأيضا إذا كانت هناك نجاحات أو مكاسب طبعا هي ستكون لحساب أو لصالح خامني هذا هو نهج النظام منذ البداية الآن يعني حسن روحاني لا يمتلك أي قرار صحيح هو يعني مع المفاوضات يعني منذ البداية وما زال يؤمن بالمفاوضات لكن لا يستطيع أن يفاوض لأنه القرار يعني عنده خامني ولا بده أن خامني يعطي الأوامر حتى تكون مفاوضات طيب هذا المفاوضات طبعا وإن جرت سوف النظام الإيراني لا يحصل على أي مكاسب لأنه يعني دونالد ترامب حازم ولديه شروط معينة ولذلك ستكون المفاوضات ونتائجها مذلة للنظام الإيراني لذلك النظام يحاول أن يقاوم يعني بقدر ما يحاول يكسب الوقت ربما تتغير الظروف بعد الانتخابات الأمريكية المقبلة طيب إذن في رسائل الإدارة الأمريكية للكونغرس أو الإفادات كان هناك حديث عن التواجد الإيراني في سوريا وانتقاد لاستمرار إيران في برنامجها الهدف إلى إقامة طرق سريعة يقول مباشرة من إيران عبر سوريا والعراق إلى لبنان وقد يكون هذا لتزويد حزب الله لاحقا بالعتاد العسكري وغيره بالتالي هل سياسة الرادع الأمريكية ستقتصر على الخليج العربي وتحركات إيران في مضيق هرمز أو باب المندب أم أنها ستشمل باقي الميليشيات خاصة في سوريا لا نعم هي شاملة ونستوحي هذه السياسة الأمريكية من تصنيف الحرص الثوري كمنظمة إرهابية وكنتنظيم إرهابي وحزب الله وحزب الله وفي مرحلة المتقدمة قد يكون ميليشيا الحوثي أيضا إلى حد كبير وأيضا الميليشيات الطائفية العنصرية التي تتواجد في الدولة العراقية والأذرع التي تنتمي لذلك وبالتالي سياسة رئيس ترامب هي سياسة شاملة خليج يأتي على رأسها بصفة هذه المنطقة منطقة حيوية منطقة غاية في الأهمية من ناحية الاستراتيجية الدولية وليس فقط الإقليمية أيضا التنظيمات الرهابية التي توجد أيضا آفتها سوف يتضر منها الاقتصاد الدولي سياسة رئيس ترامب واضح جدا ويبدو الحزم الذي بدأ عليه هو واضح جدا حتى في مسألة فتح باب التفاوض هي أيضا لإبعاد الحرج عن السياسة الأمريكية وإبعاد الحرج عنه شخصيا لأنه في مرحلة معينة سوف يذهب إلى الكونغرس ويتحدث معهم لأنه فتح المجال السياسي ولم يجد استجابة بالنسبة لأوروبيين حلفاء الأوروبيين أو حتى عندما يذهب مجلس الأمن يطرح متى هذه القضية أن من ناحية السياسية انتهت جميع المحاذير السياسية التي قد يدان من قبل المجتمع الدولي بأنه لم يجربها كما حدث على سبيل المثال في احتلال العراق في 2003 نستطيع أن قول أن السياسة الأمريكية ذهب هذا التجاه ونتمنى هذا ما نتمنى من قبل المجتمع الدولي أن يحذو نفس الحذو هذا الحرس الذي يسمى حرس ثوري هو حرس إرهابي حرس فوضوي فويلق القدس الذي وزور زورا وبتانا حمل بذلك أيضا يفترض أن يدان لكن لا يمكن أن نفصل الأمور عن بعضها كان هناك الكونغرس تعرف بأنه كان هناك مداولات قبل حرب العراق وكان هناك حديث عن أنه كولين باول قدموا أدلة أنه يمتلك أسلحة نووية لم تظهر صحيح لاحقا هذه الأسلحة بالتالي هل الإدارة الأمريكية تتخوف من موقف كونغرس رافض برغم ما قاله الرئيس من أنه قد أشن حربا دون موافقة الكونغرس ولذلك هم يجتهدون في تقديم أدلة مادية حقيقية على تورط إيران في المنطقة نعم ترك الحرب العراقية مختلفة تماما لم يكن في عهد بوش وإنما كان في العهد الذي سبقه فقط عند الرئيس بوش أتى ونفذ وبالتالي كان هناك موافقة سابقة من قبل الكونغرس قبل أن يأتي الرئيس بوش وما هو إلا منفذ أما بالنسبة للوضع الحالي يبدو أنه الكونغرس سيجد حرجا كبيرا حتى في معارضة الرئيس ترامب لأن المسألة ليست فقط أمريكية أو تتعلق فقط بسلاح نموي هي تتعلق بتنظيمات وجمعات الرهابية وهذا يتوافق تماما مع سياسة الكونغرس الأمريكية التي تقول بأنه يجب وقف الارهاب العالمي وما تعرضت له 11 سبتمبر على سبيل المثال يجعل الرئيس ترامب في مرحلة أقوى من مرحلة سابقة بأنه يجب أن يذهب بهذه الالتجاهات يضاف لذلك بأنه ثبت بالأدلة التي أتت به الاستقبارات الأمريكية وهنا الكونغرس الأمريكي ملزم بالموافقة أو للطلاع على أقل تقدير ما قالته الاستقبارات الأمريكية والليلس الرئيس بأنه تجاوز كثير من الاعتبارات السرية في مرحلة معينة أقصد أنه قام بأعمال سرية لتطوير السلاح النووي الإيراني على حساب الاتفاقية السرية ومعنى آخر أنه لا يمكن الوثوق به أعتقد أن الرئيس ترامب بهذه الخطوات السياسية وهذه الخطوات التقنية أيضا التي أثبتتها الاستقبارات الأمريكية وقد يكون أيضا بعد ذلك الوكالة الدولية الطاقة الذرية في مرحلة في موقع القادر على إقناع الكونغرس الأمريكي بالقيام بعمل عسكري دكتور ناجي موضوع التواجد العسكري الإيراني في سوريا كان هناك حديث عنه في الكونغرس وأنه هناك سعي لهذا التواجد الدائم وهو يهدد حلفان في المنطقة كما قالت الإدارة الأمريكية بالتالي هل تتوقع أن يشمل الردع الأمريكي مناطق غير الخليج بالطبع أنا أتوقع ذلك ليس احتمالا بعيدا لأنه في النهاية الولايات المتحدة من مجمل تفاعلاتها مع إيران يعني تعلن أو أوضحت أن خلافتها مع إيران لا تكمن فقط في الاتفاق النووي أو البنمج الساروخي وإنما تكمن أيضا في أدوار إيران التخريبية في منطقة الشرق الأوسط وهذه الأدوار لا تنحصر في منطقة الخليج وإنما تمتد إلى دول مثل سوريا مثل العراق مثل اليمن مثل لبنان وغيرها وبالتالي أنا في اعتقادي أي استراتيجية لردع إيران أو مواجهة أدوار إيران التخريبية لابد أن تمتد أو تشمل أيضا المحاولات الإيرانية الحاسيسة لتعزيز وجود إيران في داخل سوريا هو وجود ليس عسكري فقط وجود على مختلف المستويات ووجود ثقافي وجود اجتماعه ربما هذا هو الأخطر إيران تحاول تحويل سوريا إلى إيران جديدة وهذه هي المشكلة لأن إيران تحاول من خلال سوريا أن تصل إلى لبنان ومن سمع بالقرب من إسرائيل ومن البحر المتوسط وهذا طبعا يمثل مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لذلك أنا في اعتقادي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على البقاء في سوريا وعلى أن تكون هناك قواعدة أمريكية في سوريا أعتقد أنه للحيلولة دون أن تتحقق طموحات إيران في الوصول إلى البحر المتوسط عبر الممر الاستراتيجي التي ستسعى إيران إلى تأسيسه بدءا من طهران مرورا بالعراق وانتهاءا بسوريا طيب سيد حسن راضي موضوع التفاوض موضوع التفاوض مع الولايات المتحدة الآن هناك ينس بلونتر مدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية موجود ربما في طهران وهناك نفي أمر إيراني أنه سنتفاوض مع الولايات المتحدة برغم تأكيد وزير الخارجية العمانية أنهم جاهزون للتفاوض في هذه الحالة لكن هل التحرك الأوروبي تحديدا الهدف منه إقناع إيران على التفاوض مع الولايات المتحدة أم إقناعها بالتمسك بالاتفاق النووي لإنقاذه عن وجهة نظري للحالتين الحالة المحاولة لإرقام إيران البقاء في الاتفاق النووي وعدم الانسحاب منه وأيضا إرقام إيران أو دعوة إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة الملكية لأنه هذا هو الحل الوحيد أمام إيران إيران لا تمتلك خيارات لا خيار خروج أو الانسحاب من الاتفاق النووي لأنه سيترتب تداعيات كبيرة على طهران ستنضم أوروبا والمجتمع الدولي إلى الموقف الأوروبي وسيسهل أي قرار يتتخذه الولايات المتحدة الملكية حتى الضربة العسكرية إذا سحبت إيران من الاتفاق النووي لذلك حل الوحيد أمام طهران هو التفاوض وأيضا من جهة أخرى لا تستطيع طهران الاستمرار بهذه الحالة أي أنها تتجه نحو الموت البطيء لا تستطيع مقاومة العقوبات والدداعيات العقوبات عليها من غبل الولايات المتحدة الأمريكية لأنه أصبحت العقوبات ليس أمريكية بل العالم بأجمع هو أيضا انسحب من إيران ووقف العلاقات التجارية مع طهران لذلك إيران لا يمكن أن تستمر في هذه الحالة لفترة سنة الزمان وهي الفترة التي تعول عليها إيران حتى انتخابات الأمريكية المقبلة لذلك أوروبا الآن رغم تمسكها بالاتفاق النووي الآن هي لا تستطيع إنقاذ الاتفاق النووي ولا تستطيع حتى قيام تجارة مع طهران لأنه ليس الإشكالية في الموقف الأوروبي الإشكالية في الموقف الإيراني الذي لا يريد أن يلتزم بالاتفاق النووي من جهه ولا يريد أيضا يوقع أو يصادق على اللواحي المالية المتعلقة بالمجموعة المالية لذلك الآن الملعب أو الكرة العب الإيراني وعلى إيران أن يتخذ خطوات إيجابية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المجتمع الدولي تجاه أوروبا وتجاه المنطقة شكرا جزيلا لكم من لندن مدير مركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية سيد حسن راضي وأشكر من القاهرة رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد عباس ناجي وأستاذ نكتور إبراهيم النحاس في البقاء للنقاش في ملفنا التالي بعد قليل فيهن الرياض مصر تسعى لحل سياسي في ليبيا وتطالب بالعودة للإطار السياسي روسيا مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة للليبيين ودعم وقف إطلاق النار في البلاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لليبيا حظرا بحريا كاملا على الموانئ الواقعة غربي البلاد بهدف منع تهريب الأسلحة وقطع الامدادات العسكرية وذلك على خلفية وصول باخرة تركية قبل أياب إلى ميناء العاصمة طرابلس قيل إنها حملت أعدادا كبيرا من الإرهابيين من ضمنهم عناصر في تنظيم داعش الإرهابي فضلا عن الأسلحة والمدرعات هذا التدخل الخارجي ربما هو ما جعل غسان سلامة يحذر من الانزلاق لحرب أهلية طويلة خاصة بعد تأكد حفتر لماكرون عدم توفر الظروف المطلوبة لإعلان هدنة في ليبيا فيما قال السراج إن عودة الحوار ستكون بعد صد القوات المعتدية على طرابلس وانتهاء الحرب كما قال فهل يطول أمد الحرب في ظل عجز أحد الأطراف حتى الآن عن حسمها وأيضا رفض الحوار وأي مصير ينتظر المساعي التي أعلن عنها وزير الخارجية المصري سامح شكري لمعالجة الأزمة الليبية رغم وجود العراقين مع اشتداد المعارك على تخوم العاصمة الليبية طرابلس أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي أن شروط وقف إطلاق النار لم تكتمل بعد تصريح أدلا به المشير خليفة حفتر لدى لقائه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في قصر الإليزي بباريس حيث تم بحث الوضع في ليبيا وشروط استئناف الحوار السياسي وجهود محاربة الإرهاب ذكر الإليزي أن حفتر أكد ضرورة استئناف الحوار السياسي للخروج لكنه شدد على عدم التفاوض مع الميليشيات الإرهابية وتحت ضغط الجيش الليبي انكشف داعم الإرهاب في ليبيا حيث أعلن العقيد أبو بكر البدري الضابط بالعمليات البحرية التابعة للجيش الليبي أن سفينة التركية أمازون التي رست مؤخرا بميناء ترابلس كانت تحمل عددا كبيرا من مقاتلين لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين إلى جانب عدد من المدرعات وكميات من الأسلحة والذخائر من أنقرة لدعم الجماعات المسلحة في ترابلس وعلى إثرها تم إعلان حالة النفير لكامل القوات البحرية الليبية وفرض حظر بحري كامل على الموانئ الواقعة غربي البلاد تطورات حظر معها المبعوث الأممي غسان سلامة لدى إحاطته لمجلس الأمن من أنها ستكون بداية لحرب طويلة ودامية معربا عن قلقه من عودة ظهور داعش والقاعدة مستفيدين من حالة الفوضى الأمنية الراهنة داعيا الأمم المتحدة إلى وضع حد لتهريب السلاح إلى ليبيا العديد من الدول توفر السلاح لكل الأطراف في السراع بلا استثناء كميات هذه الأسلحة وتطورها تتسبب بالفعل في المزيد من الضحايا وبدون آليات تطبيق قوية سيكون حظر السلاح في ليبيا مسحة ساخرة بعض الدول تغادي هذا السراع الدموي الأمم المتحدة يجب أن تضع حدا لذلك وفي محاولة لأنقاذ البلاد من شبح حرب طويلة قالت الخارجية الروسية أن موسكو لا تستبعد احتمال طرح مشروع قانون بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا كما كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن وجود مساع لتوصل لاتفاق سياسي لمعالجة الأزمة الراهنة لتعود ليبيا إلى مسار التفاوض والحوار بعيدا عن لغة السلاح التي لم تنجح في حل الأزمة منذ ثمانية أعوام لبرنامج هنا الرياضة رند فتحي أهلا بكم للنقاش في هذا الملف واصل مع ضيفي هنا في السوديو عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس ومن باريس ينضم إلينا الكاتب والبحث السياسي الليبي السيد كامل المرعاش ومعه أبدأ سيد كامل سفينة قيل بأنها تركيا حملت أسلحة وعتاد وحملت أيضا من قيل بأنهم مقاتلون من داعش بالتالي في ظل هذا التدخل الخارجي المستمر هل سيطول أمد الحرب وتنزلق إلى حرب أهلية كما قال غسان سلامة برأيك لا أولا مسألة الحرب الأهلية إذا كان أخذنا معنا الحرب الأهلية الحرب الأهلية مستمرة في ليبيا منذ 2011 وربما نحن الآن على مشارف إنهاء هذه الحرب الأهلية التي كان الجزء الأساسي أو المسؤولية الأساسية فيها هي انتشار الميليشيات وانتشار السلاح العشوائي في كل مدن وقراء ليبيا وبالتالي هذه المعركة هي بداية نهاية الحرب الأهلية وليس كما قال لنا السيد غسان سلامة وهذه المرة يخطي تماما في توصيف هذه الحالة بالنسبة للدعم الخارجي الذي يأتي من تركيا ربما صحيح هذا يطيل الحرب ربما يعقد المسألة ولكن أعتقد أنه الباخرة الأخيرة التي وصلت إلى ترابلس وحملت حوالي أربعين مدرعة تركية خلال يومين فقط الجيش الليبي دمر 15 عرب تركية من هذه العربات التي وصلت وبالتالي الجيش حريص جدا على تدمير كل القوة وإنهاق قوة الميليشيات حسب مخطط استراتيجي معين حتى تحين لحظة الاقتحام النهائي العاصمة ولا أعتقد أنه الآن في مجال للتراجع عن تطهير العاصمة من الميليشيات ومن العناصر الإرهابية وخصوصا الآن أصبح واضحا أمام العالم أجمع أن من يحاربه الجيش الوطني الليبي في ترابلس هي عناصر إرهابية جاءت من الخارج والآن عززها وصول أكثر من 250 عنصر من داعش وصلوا بوسائط تركية طيب ألا يطيل هذا أمد النزاع على الأقل بين الطرفين سيد المرعاش يعني حفتر قال لماكنون أن شروط وقف إطلاق النار الآن غير متوافرة وبالمثل يعني أنت تقول أنه دمرت مدرعات للميليشيات هناك أيضا هذه الميليشيات أو الوفاق تنشر فيديوهات عن تدمير مدرعات بالمقابل للجيش الوطني بالتالي لا أحد يستطيع أن يحسم الحرب حتى الآن فإلى متى ستستمر يا سيدي هذه حرب وربما تحصل فيها بعض الخسائر في طرف الجيش الوطني الليبي لكن ميدانيا هناك سبع محاور هناك قوس للنار يمتد لسبعين كيلو متر يحيط بالعاصمة من كل الاتجاهات عدى الواجهة البحرية وهذه المحاور كل يوم تشهد استنزاف لقوة الميليشيات المشكلة لدى الجيش الوطني الليبي لا يستطيع أن يتقدم ويقاتل هذه الميليشيات داخل الأحياء السكنية المكتضة بالسكان حتى يجنب المدنيين المزيد من الضحايا وبالتالي لا بد من سحب هذه الميليشيات إلى خارج المناطق السكنية والتعامل معها وهذا ربما السر وراء كل هذا الوقت في عملية العاصمة لكن الآن وفق للمعلومات الأخيرة أن 70% من قوة هذه الميليشيات تم تدميرها وتم تدمير مخازن الدخيرة وحتى وإن أتت بعض المساعدات من هنا أو المدد إلى هذه الميليشيات لن تستطيع أن تصمد أمام قوة الجيش الوطني الليبي لأن هذا الجيش يحارب بخطة عسكرية وهناك انضباط عسكري وهناك أوامر أما هذه الميليشيات فهي تحارب فرادها بمعنى ليست لها استراتيجية في الحرب طيب يعني ما قاله غسان سلام المبعوث الأممي هل يعني وكأنه بعد جهد فسر الماء بالماء ليبيا ستنجر إلى حرب أهلية فما هو الوضع الآن ليست حرب أهلية كما قال الضيف ومنذ سنوات ليست جديدة نعم هو انفلات أمني أقرب ما يكون من توصيف حرب أهلية حتى ما تم في الماضي هو انفلات أمني بحكم لا يوجد سلطة في الأساس ولا توجد رؤوس لقيادة الدولة بشكل بأخر كما هو الآن كحفتر الآن أصبح يعتبر قائدا للدولة الليبية بشكل أو بآخر سواء قائدا سياسيا من ناحية الفعلية لإعتراف الدولي به أو من ناحية العسكرية على أرض الواقع وهذا يجعلنا نقول بأن ما كان انفلات أمني في مرحلة معينة أصبح إلى حد كبير الآن محاولة استعادة الضبط الأمني تجاه الدولة الليبية كاملة بشكل أو بآخر وما قاله سلامه هو يفترض أن لا يقوله بشكل أو بآخر من حيث أنه مبعوث أممي للسلام والاستقرار الدولة الليبية يفترض به على أقل تقدير أن يعرف موازين القوى في الداخل الليبي وما هو فعلا ومن هو العنصر الحقيقي الذي يريد بناء دولة الليبية كحفتر روند الحدث ومن هم الآخرون الذين ما زالوا يستجدون الدعم للتنظيمات والجماعات هذا الدعم الخارجي وقيل بأن الدواعش الآن يتمددون والقاعدة بالتالي إلى أي مدى قد يطيل أبند الحرب ويعقد الوصول إلى حل لاسياسي ولاعسكري هذا الذي قد يحول الأزمة من انفلات أمني في مرحلة معينة إلى حرب أهلية في المرحلة المستقبلية وهذا الذي كنا نخشى عندما أشار للضيفة الكريمة الآن قبل قليل بقوله بأنه ما زالت الإمدادات تصل عن طريق البحر وهنا هذا الإمداد التركي وغير التراك الذين سواء بالأسلحة أو بالتنظيمات والجماعات الإرهابية كتنظيم داعش وقد يكون القاعدة وغيرها من التنظيمات التي تأتي من تركيا الآن إلى داخل طرابلس يفترض أن تتوقف وإلا ستتحول فعلا حرب أهلية في داخل طرابلس لأنه أصبحوا يملكون الأسلحة المتقدمة ويملكون المال ويملكون التحصينات في داخل طرابلس وهذا قد إلى الأسف دعني أقول قد يؤدي إلى كثير من الضحايا المدنيين هنا المسؤولية تقع على سلام نفسه يفترض به هذا ما نريد أن نقول له لكي يمنع هذه الحرب الهلية أن يبادر بطلب من الدول التي تدعم هذه التنظيمات أن لا تذهب بذلك أن يذهب إلى مجلس الأمن ويدين تركيا على أقل تقدير أنها تدعم طرفا على حسار طرف آخر أن يطالب المجتمع الدولي بفرض حسار بحري لكي لا تأتي تلك التنظيمات والجماعات الراهبية لداخل الدولة الليبية هذا هو المفروض من هذا المبلوث الأممي وليس القول بتمويع الأمور بشكله بآخر سياسي طيب سيد المرعاش موضوع الحضر البحري الذي فرضه الجيش الوطني إلى أي مدى قد يساهم في تقليل أو انعدام وصول أسلحة إلى طرابلس برأيك بالتأكيد إعلان الجيش الوطني الليبي أن هذه المناطق البحرية والشواطئ الليبية هي مناطق حربية تخضع لقوانين الحرب ربما سيساعد كثيرا في عدم وصول هذه البواغر ولكن هناك صعوبة كبيرة الشاطئ الليبي يمتد لألفين كيلو متر وخصوصا الشاطئ الغرب ليبيا ربما يكون مهيئة للتمويه وهذه الأسلحة قد تخفى في بواخر وتحمل سلع وبضايع وبالتالي من الصعب الكشف عن هذا السلاح ولكن هذه مسؤولية المجتمع الدولي المجتمع الدولي هو الذي قرر حضر السلاح على ليبيا وعليه لابد أن يتحمل مسؤوليته وخصوصا أنه الباخرة الأخيرة بكل آسف أردوغان أرسلها إلى ليبيا بكل عنجهية وبوضوح هو لا يعير القانون الدولي أي احترام وهو متمرد على القانون الدولي وبالتالي على المجتمع الدولي أن ينظر في هذه المسألة وأن يفتح فيها تحقيق وكنا نتوقع من السيد غسان سلامة أن يطلب التحقيق في وصول هذه الباخرة التي لم تصل مموهة ولم تصل مخفية وإنما وصلت على العلن وهكذا طيب سيد المرعاش هنا نقطة كان أردوغان قد سرق قبلها بأنه سيرسل السلاح إلى ليبيا نعم سيد المرعاش برغم حضر السلاح على وصوله إلى ليبيا ولكن هناك أطراف تقول بأنه نحن ندعم الحكومة المعترف بها دوليا أنتم كيف ترون نتائج جولة حفتر الآن في فرنسا وهي جاءت بعد السراج مع إيطاليا وفرنسا وبريطانيا فرنسا وإيطاليا الموقف كيف هو من دعم الجيش الوطني برأيك حتى الآن أولا حقيقة مسألة الشرعية الدولية أصبحت غطاء حقيقة لحكومة الميليشيات وغطاء حتى للإرهاب وغطاء لتمويل الإرهاب ولنهب الخزينة الدولة الليبية لا معنى لهذه الشرعية الآن هذه الحكومة فشلت فشل دريع ولم يبقى منها شيء هذه الحكومة لم تحصل على تقة مجلس النواب حسب ما ينص اتفاق سخرات نفسه هذه الحكومة بتسع رؤوس لم يبقى منها إلا أربعة فقط بل أن السراج نفسه أصبح رهينة في يد أمراء الحرب وأمراء الميليشيات وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه الشرعية الدولية الليبيون ملوا من هذه الشرعية التي لم تحميهم لا من الميليشيات ولم تحقق لهم أي نوع من الفائدة فيما يتعلق بموقف الفرنسي ما زال هناك انقصام في الموقف الإيطاليون ما زالوا يدعمون حكومة السراج الفاشلة والفرنسيون أكثر واقعية في الملف الليبي هم يريدون الاستقرار لليبيا هم يريدون قوة للجيش الوطني الليبي تسيطر وتنهي هذه الفوضى فوضى السلاح فوضى الهجرة الشرعية كل أنواع الفوضى ستنتهي عندما يسيطر الجيش الوطني الليبي وهكذا هي الحال في كل أوروبا وأعتقد أن العالم بدأ يتجه وخصوصا الولايات المتحدة نعم السؤال يعني موضوع التدخلات هناك أو حتى طلب وسعي من الأطراف الليبية سواء مع إيطاليا أو فرنسا لكن هناك دول عربية مصر تعاني من التدخلات الخارجية ورفضت ذلك سامح شكري أعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية ماذا تتوقع لها أنا أتوقع أنه سوف على أقل تقدير إذا لم لقيت الدعم العربي وهذا المتوقع خاص من الدول الرئيسية الكبيرة أو الفاعلة أو المعتدلة على أقل تقدير وسوف تلقى أيضا دعم المجتمع الدولي سوف يكون لها أثر إيجابي كبير لا أقول أنها سوف تنجح ماء بالماء ولكن على أقل تقدير سوف تحظى بدعم وهذه تحتاج أيضا إلى مشاريع عربية ليس فقط على مستوى جمعة الدول العربية وإنما حتى على المستويات الدولية أن تنتقل مصر مصر لها تأثير حتى في الاتحاد الأوروبي لها قبول لها سياسة أيضا تذهب بها وتذهب إلى مجلس الأمن ولماذا لا تكون مبادرة مصرية معترف بها من قبل مجلس الأمن ليسطر بها قرار أممي وعلى ذلك سوف تكون فاعلة لأن مصر أكثر الدول لها الحق الشرعي والقانوني بأن تتدخل في شأن الليبي لإعتبارات الجغرافية وإعتبارات مقار جمعة الدول العربية وليبيا دولة عربية وبالتالي مصر تعتبر من الدول الرئيسية في هذا الجانب ولها أيضا سياستها وتاريخها وأيضا دولة أفريقية تستطيع تجيش أيضا حتى التحاد الأفريقي لذلك طيب ما يمكن أخذه في الاعتبار سيد المرعاش لتنجح هذه المبادرة المصرية خصوصا أن المصريين قالوا بأن التهديد سواء من داعش أو القاعدة ليس فقط لليبيا وإنما لكامل القارة الأفريقية والتدخل الخارجي لتركيا يهدد أمن الجميع صحيح وأنا أثني على كلام ضيفك أنه بالفعل مصر تتضرر من الفوضى الليبية مصر لديها مشكلة مع الإرهاب لديها إرهابيون يجدونه في ليبيا وخصوصا كانوا في مدينة درنة يعني ما تم القبض عليه في مدينة درنة بالعشرات من الإرهابيين المصريين والذين كانوا يستهدفون الأراضي المصرية بعدة اعتداءات دامية وبالتالي مصر حريصة كل الحرص على أمنها الوطني وبالتالي هي تبحث عن حل للفوضى الليبية وهي تدعم الجيش الوطني الليبي لأنه هو الضمان الوحيد لإنهاء هذه الفوضى وأعتقد أن المبادرة المصرية سيكون لها معنى من خلال الجامعة العربية من خلال ربما منظمة المؤتمر الإسلامي ثم يرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي عندما تحصل على تأييد في الجامعة العربية وتأييد في المؤتمر الإسلامي ونحن نعاول أيضا على القمة التي استعقد في جدة أيضا النظر في دعم الجيش الوطني الليبي لإنهاء هذه السيطرة بالمناسبة هناك قوة الإخوان المسلمين تضغط بقوة على السراج لعدم حضور هذه القمة وبإعازة من قطر تريد السيد السراج أن لا يحضر هذه القمة في جدة وهذا يعني أن السراج يقع في مكة في مكة أن السيد السراج لم يعد يحكم نفسه وأن حتى زياراته والدعوات التي توجه له تخضع لتقييم حركة الإخوان المسلمين وأيضا لتقييم أمراء الميليشيات الذين يمنعونه في أحيان كثيرة من السفر وكانوا قد منعوه أيضا من تطبيق اتفاق أبو ظبي الأخير والذي هو السبب المباشر في معركة طرابلس من باريس الكاتب والبحث السياسي الليبيا سيد كامل المرعاة شكرا جزيلا لك وأشكرك عضو مجلس الشراء دكتور إبراهيم النحاس وشكرا لكم مشاهدين قبل الختام رغم ما تتعرض له المملكة والمنطقة من اعتداءات إرهابية بإعاز من إيران تتعامل المملكة مع الموقف بحكمة واتزان غير أن القوى والحزم حاضرا لقاءنا يتجدد الأحاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة